نقش محافظ أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية تقارير الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة وملاحظات واستفسارات الجهاز على أعمال وانشطة مرافق مؤسسات الدولة كما شار خلال ترأس محافظ أبيان اجتماعا بحضور أمين عام المجلس المحلي في أبيان مهدي الحامد ومدراء مكاتب المالية والزراعة والخدمة المدنية وممثل عن مكتب التربية وتعليم استعرض تقريري مكتب الزراعة وتربية وتعليم وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على المال العام والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المالية المنظمة العملية الصرف مشددا على سرعة قيام المسؤولين بالرد على جميع الملاحظات والاستفسارات التي وردت في تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة وتصحيح أي تجاوزات مالية في صرفيات المرافق والمؤسسات